أبدأ معك دكتور نادر من بيروت ولنبدأ بملف رياض سلامة الذي يمكن القول بأنه صدرت بحقه ثلاث مذكرات توقيف أوروبية إذا ما احتسبنا شرطة الانتر بول بالإضافة إلى مذكرتين توقيف الفرنسية والألمانية وربما قد نشهد صدور مذكرات توقيف إضافية على اعتبار أن ملف سلامة يتم متابعته في خمس دول أوروبية كيف سوف يتصرف لبنان إزاء هذه المذكرات مع الأسف اليوم لبنان أو السلطة في لبنان هذه الحكومة المستقيلة باتت عاجزة عن اتخاذ أي موقف أمام التداعيات الخطيرة لهذا الملف أقول التداعيات الخطيرة لأن لبنان على وشك أن ينقطع بشكل تام عن النظام المالي العالمي وبالتالي لأن المتهم أو المطلوب جلبه أمام القضاء والذي بحقه مذكرة توقيف من قبل الانتر بول ليس أي فرد هو حاكم المصرف المركزي وبالتالي هو صاحب القرار الأول بكل ما يعني الشأن المالي والاقتصادي في لبنان أن يصار إلى اتهامه بتبييض الأموال وتزوير واختلاص كل هذا لديه تداعيات خطيرة وقد وشكل عامل بإعادة تصنيف لبنان أو وضع لبنان على اللائحة الرمدية لمجموعة العمل المالي وأمام هذا المشهد القاتم الحكومة كانت عاجزة البارحة لأنها التأمت البارحة حكومة تصريف الأعمال ولم تتخذ أي قرار بهذا الشأن رمت الكرة إلى ملعب القضاء اللبناني وهنا لابد من التسكير أن نحن أمام منظومة منظومة بشئيها النقدي والقضاء والسياسي هي المسؤولة الأولى عما قالت إليه الأمور ورياض سلم سلمة جزءا منها وبالتالي نحن أمام بلد مخطوف قبضت عليه منظومة سياسية مالية هي اليوم بمثابة الخاطف لها الاقتصاد والشعب في آن واحد